بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله نحمد وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح علينا فتوح العارفين إنه قواد كريم نبدأ الدرس الآن نستمر الماء ينقسم إلى قسمين ماء قليل أقل من قلتين ماء كثير قلتين فأكثر القلتين كم تساوي باللتر؟ تساوي تقريبا مئتا لتر تقريبا وبعض العلماء قالوا مئة وستة وتسعين لتر وبعض العلماء قال مئتين ستة عشر لتر وقدرها العلماء بالذراع بالمساحة فقالوا تساوي ذراع هذا يسمى ذراع من هنا إلى هنا يسمى ذراع قالوا تساوي ذراع وربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا واضحه له تساوي هذا ذراع كم سنتيمتر؟ هذا كم سنتيمتر؟ تقريبا خمسين خمسين تقريبا نعم خمسين خمسين وربع كم ربع الخمسين؟ إثناعش ممكن هكذا نستطيع أن نقول ثلاثة وستين ثلاثة وستين سنتيمتر طولا ثلاثة وستين سنتيمتر عرضا ثلاثة وستين سنتيمتر عمقا طول عرض عمق واضح وغير واضح؟ تريدون رسماء أوضح؟ انظر هذا الوعاء مربع حتى أعرف هل هذا قلة أم لا؟ إذا كان الطول هذا الطول ثلاثة وستين سنتيمتر يعني ذراع وربع وهذا العرض هذا تمام؟ ثلاثة وستين سنتيمتر تقريبا وهذا الارتفاع ثلاثة وستين سنتيمتر فهذا قلتان ذراع وربع طولا عرضا عمقا واضح أو لا؟ ويعادل تقريبا كما قلت لكم مئتين 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 لتر تمام؟ على كل حال فقط هذا من أجل أن تتصور الموضوع لا يهم الآن الذي يهم أن تعرف أن القلتين تقريبا مئتين لتر يزيد قليلا أو ينقص قليلا ما الحكم؟ ما الحكم؟ نقول إذا كان الماء قليلا ما معنى قليلا؟ أقل من قلتين إذا كان الماء قليلا فإنه ينقص إذا لاقته النقاسة وإن لم يتغير ينقص إذا لاقته النقاسة وإن لم يتغير وإن لم يتغير تمام؟ إذا كان الماء كثيرا فإنهم لا ينقص إلا إذا تغير بينهم فرق أو لا؟ بينهم فرق أعطيك مثال هذا وعاء كبير يوجد في هذا الوعاء مئة وسبعين لتر من الماء يوجد في هذا الوعاء مئة وسبعين لتر من الماء وقع فيه خمر وقع فيه خمر واحد أخذ خمر في كوب الخمر نجس أخذ خمر في كوب مثلا هكذا هذا مثلا وصبه هنا تمام؟ هذا شيء نجس وقع في ماء قليل أو كثير ينقص أو لا ينقص ينقص حتى لو أنه لم يتغير لم يتغير اللون لم يتغير الطعم لم تتغير الرائحة ينقص ينقص الماء القليل إذا وقعت فيه النقاسة إذا لاقت فيه النقاسة وإن لم يتغير واضح أو له لكن لو كان هنا مئتان وسبعون لتر وهذا خمر سكبنا هل ينقص أو لا ينقص لا ينقص أو ينقص لا ينقص أو ينقص نقول ننظر إذا تغير الطعم أو اللون أو الرائحة ينقص إذا تغير إذا لم يتغير الطعم ولم يتغير اللون ولم تتغير الرائحة لا ينقص واضح أو لا واضح إذن نقول الماء القليل ينقص إذا وقعت فيه النجاسة أو إذا لاقته النجاسة وإن لم يتغير أما الماء الكثير فإنه لا ينقص إلا إذا تغير واضح أو غير واضح واضح ماء قليل لاقته نجاسة ولم يتغير فهو ماء قليل لاقته نجاسة فغيرته فهو ماء كثير لاقته نجاسة فلم تغيره فهو ماء كثير لاقته نجاسة فغيرته فهو الآن سننظر أستاذ أبو الحسين الذي بقانبك ماء قليل ما معنى قليل أقل من قلتين أحسن لاقته نجاسة ولم يتغير فهو قف قف حتى أسمعك فهو ماذا ينقص لا ينقص اختر أي واحد أي واحد اختار طالب قف 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 اختار أي واحد من أي ومن قل فلان قم قف قف استاندب قال زميلك ماء قليل لاقته نجاسة ولم يتغير قال لا ينقص ما رأيك بالجواب صواب أو خطأ خطأ لماذا خطأ لأنه ينقص لماذا ينقص لأنه ماذا ينقص مباشرة تغير أو لم يتغير أحسنت إذن أخبره أخبره ما هو القواب الصحيح قف 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 أخبره ما هو القواب الصحيح حتى يفهم استاندب سريعا أخبره اشرح له اندونوسي عربي انجليزي الذي تحب أنا لا علاقة لي اشرح له فهمت تعال نفس الكلام ماء قليل لاقته نجاسة ولم يتغير فهو ينقص أحسنت فهو نجس ممتاز ما اسمك فهمي أحسنت يا فهم استرح أحسنت ممتاز ماء ماء قليل لاقته نجاسة فغيرته ماء قليل لاقته نجاسة فغيرته نعم لا اسمعك بشكل كيد ينقص أو لا ينقص لاقته نجاسة فغيرتهم أحسنت أحسنت ممتاز ما شاء الله ينقص فهو نجس واضح واضح أو لا طيب الذي بعده ماء كثير لاقته نجاسة فلم تغيره ماء قف 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 سريعا سريعا ماء كثير لاقته نجاسة فلم تغيرهم فهو لا ينقص لماذا لا ينقص لأنه لم يتغير وهو أحسنت ممتاز ما اسمك سهيل زهير ظاهر 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 تمام لا لا ينقص أحسنت ممتاز ماء كثير لاقته نجاسة فغيرتهم فهو 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 ماء كثير لاقته نجاسة فغيرتهم فهو ماذا ينقص لماذا ينقص لأنه كثير وماذا أيضا فقط لأنه كثير لماذا لماذا ينقص لا ليس لأنه معهم كثير لماذا ينقص لماذا ينقص لماذا ينقص ماء كثير لاقته نجاسة فغيرت فهو ها ينقص ينقص أو لا ينقص ينقص طب لماذا ينقص لأنه لأنه تغير ينقص لأنه تغير فهو نجس كم هذه حالات كم حالات هذه كم واحد اثنين ثلاث أربع أربع حالات صح 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 أربع حالات كم حالات ينقص كم حالات ينقص ثلاث واحد اثنين ثلاثة متى لا ينقص لا ينقص إذا كان كثيرا ولم يتغير احفظ هذا هذا من المهم جدا أنك تحفظه وأن تفهمه أيضا فهمنا إذن الماء ينقص ملاقسمين قليل أقل من قلتين كثير قلتين فصاعدا القليل إذا وقعت فيه النجاسة ينقص تغير أو لم يتغير الكثير إذا وقعت فيه النجاسة ننظر إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة ينقص إذا لم يتغير لا ينقص واضح أو غير واضح واضح طيب انتبه معين انتبه قليلا ماء ماء كثير لاقته نجاسة فغيرته ما حكمه نجس طيب لو كان التغير يسير غيرته قليلا فقط غيرته قليلا فقط ينقص أو لا ينقص النجاسة النجاسة وقعت في ماء وقعت النجاسة في ماء كثير وغيرته لكن قليلا ينقص أو لا ينقص ينقص هنا لا ينقص هذا لأنه شيء طاهر إذا كان في شيء طاهر لا لا يؤثر واضح إذا كان شيء طاهر لا يؤثر لكن في النجاسة حتى لو كان التغير قليل يؤثر فهمنا مرة أخرى أقول ماء كثير لاقته نجاسة فغيرته ينقص طيب لو كان هذا التغير قليل تغير يسير قليل نقول حتى وإن كان التغير قليل ينقص لكن إذا كان ماء خالطه شيء طاهر والتغير قليل يبقى طهور أما إذا كان التغير كثير لا يبقى طهور يكون طاهر غير مطهر عرفتم الفرق بين هذا وهذا واضح الفرق واضح وغير واضح غير واضح ها واضح نقرأ في الكتاب ثم نكتب الأسئلة على سبورة طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم الطهارة الطهارة الماء الطهور أسألكم سؤال لماذا بدأ بالماء لماذا لم يبدأ مثلا بالتراب لماذا بدأ بالماء لماذا بدأ بالماء ها لأن الماء ما هو الماء هل هو من مقاصد الطهارة من وسائل الطهارة من إيشه الماء من ماذا الماء ماذا درسنا الماء من مقاصد الطهارة أو من وسائل الطهارة من وسائل الطهارة بل الماء أهم وسيلة من وسائل الطهارة لأن الوضوء وسيلته الماء والغسل وسيلته الماء وإزالة النجاسة غالباً تكون بالماء فهمنا؟ طيب قال الماء الطهور الماء الطهور أي قسم عن ماذا يتحدث؟ القسم الأول أو القسم الثاني أو القسم الثالث ها؟ القسم الأول يتحدث عن القسم الأول ماء طهور يعني طاهر في نفسه مطاهر لغيره انظر ماذا قال قال الماء الطهور هو كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض باقياً على أصل خلقته مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ يمكن أن نسأل مثل ماذا؟ ارفع صوتك ارفع صوتك لا يوجد الكتاب انظر إلي سالم انظر إلي مثل ماذا؟ الماء الطهور مثل ماذا؟ الذي بجانبك ماء البئر ارفع صوتك لماذا تستحي أو بالأصرح لماذا تخيل قل ماء البئر هكذا هل سمعت ماذا قال؟ سمعت صوته؟ يقول لما يسمع ارفع صوتك حتى يسمع ارفع قم 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 قف 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 حتى ارفع صوتك الماء الطهور مثل ماذا؟ يا قل لهم قل لهم قل لهم الماء الطهور مثل ماء قل ماء البئر وايضا مثل ماذا؟ فقط البئر ماء المطر اي ونعم ومثل ماذا؟ ماء النهر وماء البحر احسنت هكذا ممتاز تفضل طيب قال هو كل ما نزل من السماء او نبع من الارض باقيا على اصل خلقته ولم يتغير احد اوصافه بما سلبطه ريته يعني هذا الماء هذا الماء نزل من السماء او نبع من الارض لكنه لم يتغير لكن لو فعلت به هكذا واضح؟ تغير الان خلاص هذا ليس طهورا تغير لونهم هذا ليس طهورا قد يتغير اللون فقط قد يتغير الطعم فقط قد تتغير الرائحة فقط يكفي هذا لو حصل واحد تغير واحد يكفي بحيث انه لا يسمى ماء لو واحد رأى هذا اوه هذا عصير خلاص اوه هذا عصير لا يسمى ماء اذا هذا ليس طهورا فهمنا؟ فقال لكم هنا ولم عفوا ولم يتغير احد اوصافه ما هي اوصافه؟ ما هي اوصافه؟ ما هي الاوصاف؟ ايو الصفة ما هي؟ اللون احسنتم الرائحة والطعم انتبه اوصافه اللون الطعم الرائحة طيب انتبه اريد ان اسألك سؤال انتبه هذا ماء طهور اين هو؟ هذا هذا ماء طهور تغير اللون فقط اللون فقط تغير اما الطعم والرائحة لم يتغير هل هو طهور او لا؟ لا يعني فقط صفة واحدة طيب تغيرت الرائحة فقط اما الطعم واللون لم يتغير طهور او ليس طهورا؟ ليس طهورا اذا يكفي يكفي ان تتغير صفة لا يشترط ان تتغير الثلاث يكفي واحدة صح؟ يكفي كم؟ يكفي تغير واحدة كيف عرفت هذا من الكتاب؟ ماذا قال المؤلف؟ ماذا قال المؤلف الكتاب؟ اقرأ تغير ماذا؟ احد لم يقل تتغير الصفات او تتغير الاوصاف قال احد يعني يكفي ان تتغير صفة واحدة ولا يشترط ان تتغير الصفات الثلاث فهمنا؟ واضح؟ اذا قال المصنف رحمه الله تعالى هو هو كل ما نزل من السماء او نبع من الارض باقيا على اصل خلقته ولم يتغير احد اوصافه بما سلب طهوريته ولم يستعمى لرفع حدث او ازالة نجس لقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا وقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته ماء البحر طهور طهور طاهر في نفسه مطاهر لغيره حتى وان كان طعمه مالح لكنه مطاهر لان الله خلقه وكذا واضح طاهر في نفسه مطاهر لغيره يصح لك ان تغتسل به من ماء البحر وان تتوضع به وان تزيل به النجاس يصح طاهر في نفسه مطاهر لغيره هو الطهور ماءه الحل ميتته ما معنى الحل ميتته اي اذا ماتت اي اذا ماتت الحيوانات التي لا تعيش الا في البحر مثل السمك فيقوز لك ان تأكلها حتى وهي ميتة واضح يقوز اكلها حتى وان كانت ميتة تمام قال الماء النجس عفوا مرة اخرى قال ولم يتغير احد اوصافه بما سلب طهورية انظر قال ولم يستعمل لرفع حدث لم يستعمل لرفع حدث ما هو هذا الماء ما هو هذا الماء في السبورة ما اسمه هذا الماء ولم يستعمل في رفع حدث او ازالة نجس من قال ماء المستعمل من قال احسن ممتاز هذا الماء المستعمل ما هو الماء المستعمل هو الماء الذي استعمل في رفع حدث او ازالة نجس يسمى ماء يسمى ماء مستعمل استعمل في رفع حدث او ازالة نجس قبل قليل قلت لك لو ان شخصا محدث يريد ان يتوضى فتوضى و جمع الماء الذي تساقط هذا الماء الذي تساقط ما حكمه ماء مستعمل يعني طاهر غير مطاهر ممتاز شخص اخر قنب اغتسل جمع الماء الذي تساقط ما حكم هذا الماء مستعمل طاهر غير مطاهر احسنتم شخص ثالث عنده ثوب نجس غسل الثوب فتح الماء وغسل الثوب تساقط ماء هذا الماء ما حكمه اذا تغير نجس اذا لم يتغير ليس نجسا طبعا في تفاصيل وفي شروط ان لا يزيد وزنه ان يطهر المحل اشياء كثيرة لكن الان تفهم هذا هذا ثوب نجس تمام فتحت الماء وغسلته تساقط هذا الماء الذي تساقط ما حكمه اذا تغير نجس اذا لم يتغير ليس نجس ولذلك نقول الماء المستعمل اذا استعمل في طهارة واقبة كرفع حدث او ازالة نجس نجس فهو طاهر غير مطاهر تمام وكذلك ماء طاهر غير مطاهر هو الماء الذي خالطه شيء طاهر فغيره هذا غير موجود في الكتاب تكتبه في الدفتر تمام وهذا التعريف غير موجود في الكتاب لكن تكتبه انت في الدفتر تمام ثم قال لك الماء النجس اين الماء النجس هذا هذا الماء النجس هذا اين الماء النجس هذا انظر ماذا قال الماء النجس هو الماء الذي وقعت فيه نجاسة وكان دون قلتين وان لم يتغير انظر اقل من قلتين ينقسم اذا لاقته النجاسة وان لم يتغير نفس الكلام واضح او غير واضح نفس الكلام هو الذي وقعت فيه نجاسة وكان دون قلتين وان لم يتغير او كان قلتين او كان قلتين يعني كثير او قليل ها كثير او كان قلتين متى ينقس اذا كان قلتين اذا تغير او كان قلتين فانه لا ينقس الا اذا تغير قال او كان قلتين فتغير لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهمنا واضح وغير واضح واضح إن شاء الله أي سؤال في الدرس يوجد سؤال أو لا يوجد يوجد سؤال أو لا واضح إذا سأكتب لكم الآن كم أسئلة أكتب كم أكتب عشر أو خمسة عشر خمسة عشر هذا ممتاز هذا شكرا سأكتب لكم خمسة عشر سؤالا لأنه هو الذي طلب تجيب عليها وغدا نراجعها مع بعض لكن بشرط كل واحد يجيب لوحده لا أسمح لأحد أن ينظر من الآخر كل واحد يجيب بما فهم تمام؟ إن شاء الله وغدا تكتبها في الدفتر أنا سأنظر في الدفاتر لا تكتبها في ورقة في الدفتر تمام؟ أيوة